كشف التقارير صحفية نيجيرية صادرة اليوم الثلاثة بأن كل من نيجيرية والبنين قررت سحب ملفهم المشترك في سباق احتضان كأس أمم إفريقيا 2025 وهذا بعد سحب الجزائر أيضا ملفها 2025-2027 وأفاد الموقع بأن الاتحادي نيجيرية ونظيرتها البنينية تفقت على التراجع عن احتضان كأن 2025 مشير الإناء أن هذا القرار جاء من أجل تعزيز حظوظ احتضان نسخة 2027 التي سينافس عليها كل من السينيغال بوتسوانا وملف آخر مشترك لشرق إفريقيا بين كينيا تنزانيا وأغمدا للإشارة فإن الجزائر كانت السباقة للانسحاب من سباق احتضان كأس أمم إفريقيا لنسخة 25-27 بهدف تركيز الجهود من أجل إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر حسب ما أكدته الفاف